علشان كده التوبة بنقول ايه؟ ابدا ابدا قلبي يعتصر من شدة الالم ابدا معود وعايد ربنا ابدا معود ثم اتبعها بعمل صالح وبقاش فرحان كده وانا بقوله وبجاهر لا 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 قلبك مقسور بيها وبنستغفر عليها قلبا وقالبا وحالا ومقالا وسلوكا وقولا وفعلا كله وبعد كده اعيد ربنا سبحانه وتعالى ابدا والله يا رب لا اعود ثم اتبعها بعمل صالح التوبة لازم لها نية من جوة انا عايز طريقك يا رب انا عايز طريقك يا رب الله سبحانه وتعالى يا جماعة لما يقبل التوبة عن عبادي وايه؟ ويعفو عنك عشان كده كان دعاء العاش اللهم انك عفو تحب العفو عفو اعفو عننا يا رب واعتق رقبتنا من النار يا رب ده اللي احنا محتاجين عارف يعني يعطق الرقبة تبقى متسلسلة استغفر الله والملائكة زبانية العذاب يجروا من رقبته ومن ايده كده مكبل زي الزبيحة كده يعفو يعني يعطق الرقبة خلاص ولو اعتقك مش هيقسرها تاني عشان كده فرصة انما الاعمال بالخواتيم احنا في الاخرة هوت يلا يلا دعاني يلا عندي ربنا سبحانه وتعالى يلا روح للنهار يقبل يقبل ويديني اللي فات ايوة ويعمل مع ايوة صح ايوة والله سبحانه وتعالى يعطيك سواب يعطي بس روح روح بقلب طب ملحيت شاختي مش ممكن اقرأ على قد ما تقدر لحد النهاردة وبكرة وربنا يعملنا عليك طيب مع مأمي روح بس وقوله يا رب انا جاي متأخر بس جيت لك يا رب واخر يوم مقبلني يا رب والاعمال بالخواتيم مقبلني يا رب وندعي ندعي 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 ان الله سبحانه وتعالى يكرمنا بالخير وندعي ان الله سبحانه وتعالى يعطينا الخير ويعفو اعفو عنا يا رب اعفو عنا يا رب جعلنا اهل النصرة يا رب ونصر اخواننا في غزة حميهم وحملهم يا رب يا رب جعلها برد وسلام عليهم يا رب واجعل تدبير كل اعذاءهم تدمرهم وامكر لهم يا رب امكر لاهل غزة وفلسطين يا رب واغفر لنا تقصرنا اللهم اغفر لنا تقسرنا يا رب اللهم اغفر لنا تقسرنا يا رب وجعلنا أهل للنصر إياكم منكم سوى الله إياكم منكم مئة ألف مفيش مئة ولا ألف يا نهى ربي يد يا نهى ربي يد الواحد خلاص خلاص لكن نرجع تاني نقول يا رب يا رب معهدنا عليك تترك عبادك المؤمنين أبدا مش في صدور قوم المؤمنين إيش في صدور قوم المؤمنين ندع ربنا بكتب وندع ربنا سبحانه وتعالى ان الليلة دي كل ليلة عطق يعتق رقبنا من النار يا رب